وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ خلاص يسلمون عقولهم لكل ما ينشر ويزبر فيه وهذا الجوجل خلاص حتى بعضهم يسخر وحقيقة لا ينبغي لطلبة العلم فضلا أن يكون شيخا ولا غير ذلك أن يعطي هذا المكان ولا اسم هذا الجوجل لفظ المشيخة ما كذا بعضهم يسخر يقول لك الشيخ جوجل ولا كذا هذا من الاستخفاف بهذا اللقب الشريف أقول استخفاف به ويجب على طلبة العلم أن يبتعدوا عن هذا وأن يعطي الأمور ويعطي الأمور حقها ويجعل الأمور في نصابها بدل هذه السخرية والاستخفاف متى كان شيخا هذا؟ ومن شيخه؟ ماذا فيه؟ هذا شيخ ضلالة ولا شيخ هداية؟ من يبحث عن بعض الأشياء العلمية يدلها عليه صحيح؟ ومن يبحث عن الضلالات يدلها عليه من يبحث عن الشبهات يدلها عليه من يبحث عن الشهوات يدلها عليه هذا صار شيخا؟ هل يصح أن نقول عنه الشيخ؟ ما هذا الاستخفاف بالعقول والاستهتار بالألفاظ الشرعية؟ بارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر